وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية من ضبط 457 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 146 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة كما تم ضبط قرابة 26 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 100 طن هذا وتم ضبط 725 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 147 قضية خبز نقص الوزن و155 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط أكثر من 13 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أقمح المحلي اشتركوا في القناة